بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد درس جمع الاعداد الكسرية الدرس السادس في الوحدة التسعة يلا نشوف ازاي نجمع الاعداد الكسرية عندنا طريقتين للجمع أولا جمع الاعداد الكسرية باستخدام النمازج فين المسألة الاولى اتنين وربع اجمعها معا واحد وربعين طب انا عايز اعمل لها نمازج قال للاتنين يبقى شكلين مقفولين اهم ده مقفولك متصل ملون مظلل بالكامل طب والربع جزء من اربعة يبقى الجنب الشمال ده بيمثل مين اتنين وربع اتنين مقفولين ودربع طب يجي ولد يقول لي مستر طب بالنسبة للشكل المغلق ده والشكل المغلق ده هو انت لقى سمته اربع اجزاء اقول له لان الكسر مقامه اربعة طب واحد وربعين يبقى شكل مغلق ملون كاملا واثنين على اربعة اهم يبقى ده واحد وربعين طب ازاي نجمعهم ناخد الاول الاشكال الكاملة ده كامل وده كامل وده كامل يبقى كام واحد ملون تلاتة اهي طب ده ربع وده ربعين يبقى تلاتة اربع ادي طريقة الجمع باستخدام الرسوم والنمازج فعلا ناخد طريقة تانية ازاي نجمع باستراتيجية تانية اسمها طريقة خط الاعداد يا ولاد لنفس المسألة اتنين وربع وواحد وربعين ده من ده خط الاعداد من الزيرو للواحد اتقسمت اربع اجزاء ادي وان ادي تو ادي سري ادي فور طب ليه اربع اجزاء علشان المقامة اربعة طيب اللي اتنين وربع ليعرفها ازاي من الزيرو للواحد وبعدين للي اتنين وبعدين الربع حتة جزئية واحدة هي يبقى المكان اللي انا بعمل عليه ايكس ده مكان اللي اتنين وربع طب عايزين نزود واحد وربعين واحد يبقى مشي وحدة اربعة ادي وان ادي تو ادي سري ادي فور اربعة ربعة يبقى ده واحد صحيح اهو 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 يبقى من الاتنين وربع رحت عندك كم دلوقتي عند التلاتة وربع طب ما في ربعين كمان يا مستر ادي وان ادي تو تلاقي نفسك وصلت عندي التلاتة وثلاثة اربعة يبقى الاجابة النهائية كم تلاتة وثلاثة اربعة جبتها منين من خط الاعداد طب اقولها تاني يا مستر اقولها تاني اتنين وربع نمشي الحاد دي الاتنين وزودنا ربع وعملت دايرة يبقى انا مسلت مين الكسر العدد الكسر الاول اهو طب زود واحد رحت ماشي واحد اربع اربعة اهو وان تو سري فور كده انا زودت واحد بقى تلاتة وربع طب زود كمان ربعين يا مستر ادي ربع ودو ربع وصلت للتلاتة وثلاثة ربع دي الحالة الاثنية نيجي للحالة التلتة جمع الاعداد الكسرية حسابيا اتنين وربع زائد واحد وربعين نجمعها حسابيا ازاي اجمع الاعداد الصحيحة يا اسامة دا اتنين جنيه ودا جنيه يبقى تلاتة جنيه زي ما جمعت الاعداد الصحيحة جمع الكسر جنبه دا ربع ودا ربعين يبقى الاجابة تلاتة اربعة يبقى الاجابة النهائية تلاتة وتلاتة اربعة بص هنا تلاقي تلاتة وتلاتة اربعة بخط الاعداد تلاتة وتلاتة اربعة بخط النمازج تلاتة وتلاتة اربعة الاجابة النهائية تلات مسائل بتلات طرق مختلفة ولكن نفس الاجابة على بقى نتعود نحل حسابي وده اسئلة الامتحانات واحد وتلاتة اربع وتلاتة وربعين نجمع الواحد مع التلاتة يبقى اربعة جنيه لنا طب بالنسبة للكسر تلاتة اربع وربعين تلاتة واثنين خمسة والمقام زي ما هو امشي لا ما تمشيش ضال بسطة اكبر من المقام الخمسة فيها كم اربعاية فيها اربعاية وحدة نضيفها على الاربعة تبقى خمسة وقللنا واحد والمقام زي ما هو واحدة كمان هنا جنيه هنا اتنين جنيه نجمعهم يبقى تلاتة جنيه اجمع دي ودي يبقى خمسة والمقام زي ما هو اظن تاتة تاتة هو بالراحة بالتفصيل هنا اتنين جنيه هنا اربعة جنيه يبقى ستة جنيه واحد واثنين تلاتة والمقام زي ما هو هنا جنيه هنا مفيش يبقى نسيب الجنيه طب اربعة وواحد فوق خمسة والمقام خمسة أمشي لا ممشيش ليه خمسة على الخمسة فهل واحد ضيفه على الواحد اللي قبله يبقى الاجابة اتنين جنيه أولاد هنا اربعة جنيه هنا تلاتة جنيه يبقى سبعة جنيه طب اتنين وخمسة سبعة والمقام سبعة امشي لا ما تمشيش سبعة على السبعة فهل واحد ضيفه على السبعة اللي قبله تبقى الاجابة تمانية يا أولاد هنا تسعة جنيه هنا اربعة جنيه تسعة واربعة تلاتاشر طب والتمن يتفضل ينزل زي الباشا بس خلاص شفته التفاهة لبعده زي نجمع واحد وربع وثلاثة بعد بس عمه عايزها مرة بخط الأعداد ومر بالنمازج يلا يا أولاد واحد وربعة واحد يعني روح من الزير الحد الواحد طب وربعة يبقى هنا هنا زودت ربعة يبقى المكان ده كام يا جماعة واحد وربعة طب الرجل بيقول لك زود تلات ارباع أدي وان أدي تو أدي سري وصلت المين للتنين بس خلاص طب اعملها بالنمازج واحد وربعة واحد يبقى نظل المربع كامل أهو أدي واحد أهو كده واحد مقفول طب ده معه ربع يا مستر أدي الربعة الربعة هو يا حبيبي طب ده عمه بيقول لك زود تلات ارباع أدي وان أدي تو أدي سري ده كله تظلل يا مستر يبقى الإجابة تنين زي ما ده طلعت اتنين طب اعملها بقى بالمعادلة واحد وربعة ها زائد كام زائد تلات ارباع تطلع الإجابة كام الواحد ينزل زي ما هو تلات تربع وربع يبقى أربعة تربع أربعة تربع بواحد ضيفه على الواحد اللي قبله يبقى اتنين يبقى المستر عملها بتلات أشكال والتلاتة وصلونا لنفس الإجابة اتنين وخمس يبقى نروح لمين للتنين طب وخمس يبقى هنا المكان ده اتنين وخمس طب عمه بيقول زود واحد وخمسين زود ايه واحد وخمسين طب نعمل ايه ولد قال مثلا ازود الخمسين الاول او ازود الواحد الاول لو زود الواحد الاول يروح فان عايز واحدة كاملة مش ديه اتنين وزيدة شرطة طب لما تزود الواحد يبقى ثلاثة وزيدة شرطة يبقى هنا كده انت زودت الواحد طب زود كمان خمسين يبقى المكان فين يبقى المكان هنا 3 و 5 و 5ين و 3 خماس يبقى الإجابة النهائية 3 و 3 خماس طيب لو عايزها بالنمازج 2 و 5 يبقى نلون 2 كاملين 2 كاملين و 5 يبقى 1 من الخمسة طيب زميله 1 و 5ين 1 يبقى ناخد 1 جديد 5ين أهاتهم في الحتة الأديمة طيب عايز الإجابة النهائية كم واحد متظل 1 و 1 2 و 3 يبقى الإجابة كام 3 طيب دول كم جزئية متظللين من الزغيرين 3 من 5 يبقى 3 خماس طيب لو عايزها حسابيا 2 و 5 زائد 51 5ين مستر حمد بيكتب المسألة بسهم نجمع مين الصحيح مع الصحيح 1 و 2 3 5 و 5 3 خماس 3 طرق وصلونا نفس الإجابة على نشوف بعض المسائل الحسابية هنا جنيه وهنا جنيه يبقى 2 جنيه والستس ينزل هنا 5 جنيه وهنا 2 جنيه يبقى 7 جنيه طيب ستس و 5 أزدس اجمع فوق يبقى 6 على 6 أمشي لا 6 على 6 فهل واحد يتضفع السبعة تبقى الإجابة 8 طيب هنا 2 وهنا 1 يبقى 3 اجمع فوق يبقى 6 على 9 خلصت أيوة خلصت أمشي لا ما تمشيش ليه لأن في اختصار الستة والتسعة يقبلوا على التلاتة على التلاتة في هالتنين على التلاتة في هالتلاتة دا سمتبسط لأبسط صورة 2 جنيه و 4 جنيه يبقى 6 جنيه 6 وتلاتة تسعة والمقام تمانية أمشي لا ما تمشيش التسعة فيها كم تمانياية واحدة نضيفها على الستة يا مالك تبقى سبعة وقللنا واحد والمقام زي ما هو وهكذا 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه 4 و 1 5 على 6 بس خلاص 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه 5 و 2 7 والمقام 9 خلصت المسألة 2 و 1 3 4 و 3 7 والمقام 5 محتاجة تبسيط أيوة محتاجة السبعة فيها كم خمساية وحدة تضفع الثلاثة بأربعة والمتبقي 2 والمقام زي ما هو واحد ما فيش اللي هو ينزل اجمع فوق 6 والمقام 5 لا تبسيط أيوة الستة فا كم خمساية وحدة نضفه على الواحد يبقى 2 والمتبقي 1 والمقام زي ما هو نشوف مسألة لفظية شرب هاني الكمية دي وشرب سامير الكمية دي وعمه بيقولك يوجد الإجمال يعني الكمية تنسوا أول ما يقولك الإجمال تعرف إنها مسألة الجمعة عايز تعملها من اليمين ماشي عايز تعملها من الشمال ماشي هنجمع الاتنين واحد واحد اتنين طب اجمع الكسرين يبقى 8 وتحت 8 أمشي لا ما تمشيش 8 على 8 جنيه ضيفه على الاتنين يبقى الإجابة 3 طب بعدد اللترات يبقى التمييز بالليتر واحدة كمان أحمد مع الفلوس دي معك كمية دي أسف من البرتقال فسد منها يعني هي ترمى فسد فما المتبقي بدان بيسأل على البقي تبقى طرح يا ولاد أطرح مين 2 3 4 نقص ربع طب دي سهلة أيوة نسيب لتنين 3 4 نقص ربع يبقى ربعين طب في اختصار أيوة اللي 2 وال4 أعداد زوجية علي 2 فهل واحد علي 2 فهل 2 يبقى الكمية المتبقية 2.5 بالكيلو جرام ده خلص درسنا جمع الأعداد الكسرية رب يكون سهل وبسيط يا ولاد ترجمة نانسي قنقر